نروح من أول فريق يفوز به أو أول ماتش سوبر تلعب في أفريقيا لأول ماتش سوبر ما بين الأهلي والزمالك من 30 سنة بالتمام والكمال يا أسس مصطفى ذكريتك مع هذا الفريق كان سنة 1994 لكن المباراة دي تسبقها عدد من المنوشات والشد والجذب اللي تقدر تقول إنه هو جيء من العدم أو من الولى حاجة كان في الوقت ده كان الزمالك تعاقد مع مهاجم منتخب مهاجم نادي كوتوكو جو أوتشري في الوقت ده كان كوتوكو الغاني كوتوكو الغاني بعد مباراة نهاية في دور الأبطال أو أبطال الدور يعني بمسمها وقتها للأهلي والزمالك على كأس السوبر يوم 16 يناير حرمان أنداية غانا وكود يفوار من المشاركة في البطول دي حاجة تاني بس عنا نتكلم على ماتش الأهلي والزمالك السوبر يوم 16 يناير 1994 بالضبط ومشت الأمور هادية لمدة أيام أو أسبوعين بعد كده ظهرت طفت المشكلة على السطح وهي مشكلة اللاعب جو أوتشري كان الزمالك ياملو اقتلات أجانب وده كان الحد الأقصى وقتها لامتلاكك عدد الأجانب كان عنده عثمان وصوماليا وكان عنده إيمانويل أمونيكي وكان عنده آكل غني في الوقت ده الزمالك قرر أنه هو هيدوم جو أوتشري فكان علي أنه هو يستغنى على اللاعب وبالفعل قرر الاستغناء عن عثمان وسوماليا اتحاد الكورا كان محدد 13 ديسمبر لحاجة اسمها استبدال لأنه طبعا ما كانش فيه كوتشتوي في الفترة دي لو أنت عايز تستبدل اللاعب أجنبي بلعب أجنبي الزمالك بعت له يوم 14 ديسمبر نعم تنهي التعاقد مع اللاعب أجنبي وتستبدلوا بلعب أجنبي أخر استبدال تمام بعت يوم 14 فخد فتوى ويمكن معانا برضه الفتوى من لجنة شؤون اللاعبين خلاص لاش أنا ماشي تعدي مفيش مشكلة فالتحاد الكورا بعد منها قال لهم لا أنا غير ملزم بكلام لجنة شؤون اللاعبين أنا بالنسبة لي لجنة شؤون اللاعبين في التحاد أفريقي في التحاد المصري عشان تأيده في القائمة تمام فالتحاد المصري قال لأ أنا غير ملزم بتوصيات لجنة شؤون اللاعبين أنت جيت تعمل استبدال بعد المعادل رسمي وبالتالي لا يحق لك إضافة اللاعب أو إضافته يعني للقائمة المحلية ومن سامة طبعا القائمة الأفريقية عشان يلعب السوبر على فور تقدم الكابتن محمود الجوغر باستقالته وخرج المستشار راح الجلال إبراهيم استقالته من من تدريب نادي الزمالك معانا هنتبقى معانا هاللوقتي طبعا أنا معلش استقالة الجوهري مجلس إدارة الزمالك أبحث الانسحاب من الدورة كأس السوبر دي مشكلة ما بين دي مشكلة ما بين نادي الزمالك ومشكلة قيد اللاعب قبل كأس السوبر وإنه هو أيد اللاعب أو سجله في القائمة بعد المعاد المتاح لهذا الأمر بالزبط كده ليه كابتن الله يرحمه محمود الجوهري يستقيل إلعوا خارج بقى بتصريح بعد كده قال لا دا اتحاد الكورة بيعمل دوت عند فيا عشان أبدرب الزمالك عشان فيه بعض الأعضاء داخل مجلس إدارة الاتحاد الكورة مش حابين وجودي كمدير فني النادي الزمالك وعشان أشيل عنهم الحرج أنا بقدم استعلتي من الجهاز الفاندي لنادي الزمالك معلش واحدة واحدة ياorarسوذ بنصطفى دلوقتي دي مشكلة ما بين نادي الزمالك والاتحاد الافريقي لا والاتحاد المصري والاتحاد المصري هي اللاجنة الاتحاد الأفريقي ملوش علاقة لا ملوش علاقة أنا فكرت المشكلة مع بين النادي الزمالك واتحاد الأفريقي ولاجنة شون اللاعبة فين checked me in cela هي قصة كلها داخلية ولجنة شؤون اللعيبة أوصد بحاجة لم يأخذ بها لتحضر مصر بساعتها طبعا ده حاجة غريبة شوية يعني ده هو مفروض لجنة شؤون اللعيبة ده حاجة قانونية يعني في الوقت ده يعني بتفتق فتوها قانونية قانونية تسجيل اللعب كذا كذا لم يأخذ بفتوها لتحضر مصر ده عظيم جدا هو لازم نستقيل الصراع قدم استقالته وخرج المستشار جلال إبراهيم قال إحنا احتمال كبير جدا ننتحب من الدوري وانا ننتحب من كأس السوبر للأفريكي يعني كان كأس السوبر للأفريكي نفسه ومش هيتلعب لو لا تدخل الجهاز الجهاز الشباب والرياضة وقتها برئاسة الدكتور عبد المينة مع مرة بنا يديله الصحة وفي الفترة دي طبعا جهاز الشباب والرياضة دوت اللي هو حاليا زي وزارة الشباب والرياضة لكن بالمسمى اللي كان موجود وقتها وقعد وخلى إدارة نانسة زمالك تترقب على بعض الشيء نعم المجلس الأعلى للشباب والرياضة لأ وكان اسمه الجهاز الجهاز القومي للجهاز الشباب والرياضة لأ القنزق المسمى بتاعه الحالي صح كده؟ لأ الحال لأ الوزارة برئاسة الدكتور عشاف ستوقي تمام فوقتها قعد معهم الدكتور عبد المينة مع مرة وحاول يلم الدنيا شوية وهو بالفعل قدر يحتوي الأزمة لأنها كانت بفعلا بدأت تتفاقم حتى في أحد التدريبات لما خرج التصريح كان التدريب للنادي الأهل خرج التصريح بتاع المستشار جلال إبراهيم أن الزمالة كانت تدريب شغال الجمهور رأس في المدرجات خلاص إحنا خدنا السوبر من غير ما للعب طبعا قبل ما يتم الترجع عن قرار بالعودة دي حاجة في حاجة كمان كانت التشخيص الطبي أو فكرة أنت بتلاعب لعيد بمسكنات دي كانت برضو كانت عاملة مشكلة عملت مشكلة في المدرجة ده كنوقتها كانت الأهل بيلاعب المدسورة آخر مباراة قبل السوبر لأفريقيا فقصيبت كابتن أحمد شوير تمام؟ في روك بيته اليسرى جهاز الطبي النادي الأهلي لا إحنا ممكن برضو إيه ماشي الدنيا وماشي الأمور شوية بس لحد السوبر لأن النادي الأهلي كان يراملك يعني إيه حد يعني إيه تقدر تعتمد عليه فجهاز الفني طبعا قدم مسكنات هو كابتن أحمد شوير كان بيلاب أعتقد لعب المبراوه هو مصاب يعني أعزب فرد بطر اليسرى تمام؟ لأ دي قصة تانية زوجة ريس في أسوان دي هنحكيها اللواتي هنرجع له بس أنا أقضي على أيام فترة أحمد كابتن أحمد شوير أعتقد هو عاصر كابتن سبت البطر حسب ما أذكر يعني لأ كان كابتن سبت اعتزل سنة طوح تسعين بعد النهائي كاس مصر وقت تسعين ما كانش بيلعب بديل لي كابتن أحمد شوير لا 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 ماشي لعب بديل لي لغاية واحد تسعين كانوا بيبدلوا مع بعض عادي لغاية واحد تسعين أنا أقول لك عصر يعني أه لا أكيد طبعا عصر عصر من اتنين وتمانين كمان تمام؟ في الوقت ده الأهل ما عندوش بودلاء فخصة المرمى ده سعيد من اليوم مبارات السوبر بعد هزيمة ومعرفش ده من تاريخ إيه بعد أول هزيمة محلية وأفريقية أصابت شوير صوبة بسيطة ويسافر مع فريق يوم الأربع بالظبط كانت الهزيمة في مبارات المنصورة اللي هو أصيب فيها فاضطر إنه هو يلعب بمسكنات وكان واضح إنه فيه مشكلة في الرجبة المشكلة تفاطمت بقى قبل هدف أيمن منصور مباشرة لما دخل ده المتش ذات نفسه مشكلة سوبر آه هو طلع فيه بيتصدى إمانويل أكيد طبعا عن غير قصد خبط في نفس الرجبة واضطر إنه هو يلعب عليها وهي نفس الرجبة اللي جي فيها الزوية بتاعت الهدف بتاعة عين ممسورة بس كرة صعبة هي صعبة بس لا التراي حتى هتلاقيه ده هو لما قام أين بيزك على الرجل على نفس الرجل وهو كامل الماتش ساعتا ماهو كامل الماتش آه لعيب فايتا هو على فكرة هو حصله قطع جزء في الرباط الصليبي في المبارة دي بعد الدخلة بتاعت إمانويل سوى كان برضو كابب يعني الحق حقا أن ينتبه كابتل إمان منصور برضو كان لا لا الله أكبر من شاء الله عليه كان لا طبعا لا لا وكان الشوتينج بتاعه كان الفاكر أنت الجون لما كان في مع المنتخب المصري في كاس الأمر الفريقية كان أسرع حتى الآن يعني الرجل الله أكبر كان بيشوت سهم الله أكبر عليه